ترأس صاحب أسم الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه بحضور صاحب أسم الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء لاجتماع الاعتيادية لسبعين مجلس الوزراء ذال يوم بقصر الكثيبية وفي مستهل الجلسة أشاد المجلس بمضامين زيارة فخامة الرئيس التونسي الباجي قاد سبسي لمملكة البحرين ولقائه صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وثمن المجلس عمق العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ومملكة البحرين وأكد المجلس أن مثل تلك الزيارات تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين فيما يعود بالنفع على الجانبين كذلك أدان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مسجدا بمحافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية وأودت بحياة عدد من الأشخاص الأبرياء وإصابة آخرين كما أدان تبادل إطلاق النار المكثف الذي أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الشرطة في القطيف وأعرب المجلس عن بلغ تعزي وصادق مواساته لأسر الضحايا وذويهم وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين كما ثمن المجلس جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الشديد على كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية وخير ورفاهية شعوبها ومعالجة المشكلات والأزمات الدولية وعلى رأسها الإرهاب هذا وجه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سعادة وزيرة الصحة إلى ضرورة الحفاظ على الكفاءات المهنية الوطنية بالمجال الطبي ومواصلة الجهود لتطوير كفاءات الكوادر وأداء دورهم بكل مهنية وبما يواكب التطور العالمي بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جلوة أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات فقد وافق المجلس على مذكرة بشأن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز واطلع المجلس على مذكرة بشأن التصديق على اتفاقية نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وتمت إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية كما أخذ المجلس علما بالاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب وما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأنها وعقب الجلسة عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أشار سعادة الوزير إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة على أهمية الاهتمام بالكوادر الوطنية وتطويرها من جانب آخر أكد الوزير أن مجلس النواب يمارس دوره بما يمتلكه من أدوات دستورية وأن التنسيق مستمر مع المجلس من قبل الحكومة للتركيز على الجانب التشريعي بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني كما نوه الوزير إلى أن وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب تطبق الإجراءات على جميع الصحف بكل موضوعية والحكومة تدعم استخدام التطور التقني بكافة المجالات بما فيها المجال الإعلامي وأن ما يتم اتخاذه الآن من إجراءات هدفها التحقق من أن ممارسة النشاط يكون وفق الغطاء القانوني الحالي والترخيص الممنوح كما أكدت سعادة الوزير أن العمل جاري لإيجاد حلول وقتية قبل صدور القانون الجديد للإعلام هذا وقام سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض تلفزيون البحرين التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي لسعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر